زيادة الرزق الله الوهاب الرزاق ذو القوة المتين لا بد من وجود علاقة تربط العبد بربه وهذه العلاقة هي مبنية على استحضار حالة الفقر والحاجة من قبل العبد لربه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد العبد في مختلف أحواله وظروفه وأوقاته لا بد أن يستحضر حالة كونه فقيرا ومحتاجا إلى ربه كذلك لا بد أن يكون العبد متقيا لربه سبحانه وتعالى وهذا يعني أنه يكون مطيعا له ومجتنبا لنواهيه ليكون مصداقا لقوله تعالى والذي فيه أساس قوي في جانب الرزق والتمكن وهو قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر الشريعة المقدسة تربط العبد بربه في جانب الرزق وفي كل جوانب الحياة من خلال استحضار هذا الفقر لله وأن الله سبحانه وتعالى تتوجه إليه أنت أيها العبد في جميع أحوالك ولذلك تلاحظ الكثير من الأساليب المستعملة والمذكورة في الشريعة المقدسة لزيادة الرزق فهناك آيات وسور من القرآن الكريم وهناك أذكار وهناك صلوات معينة وكذلك هناك مجموعة من التصرفات الأخلاقية أو المالية وغيرها من الأمور التي تساهم في زيادة الرزق وهي مع ذلك وبذلك أيضا تعمل على ربط الإنسان العبد بربه فهناك الكثير من السور التي بقراءتها نحصل على الزيادة في الرزق نحن من خلال هذا الجزء من الكورس نذكر مجموعة من النماذج والتي قد يكون فيها تأثيرات أخرى أضافية ولكن هنا نذكر نحن الجانب المتعلق منها بزيادة الرزق فمن السور التي في قراءتها تكون زيادة في الرزق هي قراءة سورة الهمزة في الفرائض تقرأ في الفريضة بعد سورة الفاتحة سورة الهمزة تقرأها في الفرائض وليس في النوافل كذلك قراءة سورة الشمس والإدمان عليها كثيرا في اليوم بحيث أنك تقرأ سورة الشمس على الأقل ثلاثة أو أربعة مرات يوميا ويفضل ذلك أيضا بعد الفرائض من السور التي ذكر أنها تزيد في الرزق هي قراءة سورة النصر أربعين مرة عصر يوم الخميس وكذلك من السور سورة الواقعة تقرأ سورة الواقعة يوميا وبعد صلاة المغرب لزيادة الرزق من الأعمال التي تؤكد عليها الشريعة والتي فيها أثر لزيادة الرزق وأثار أخرى هو الاستغفار لقوله تعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إذن الاستغفار مهم وضروري لزيادة الرزق ولزيادة الذرية وللكثير من الأمور التي تجعل حياتك هانئة ومطمئنة أكثر من الاستغفار في جميع الأوقات وخاصة في وقت السحر وبالأسحار هم يستغفرون كذلك من الأمور التي تساهم في زيادة الرزق هو الشكر وبالشكر تدوم النعم ولئن شكرتم لأزيدنكم بالشكر يزيد ما لديك من نعم تستحضر ما لديك من نعم وتشكر الله عليه فيزداد كذلك من الأمور التي وردت في الشريعة المقدسة هي مجموعة من الصلوات التي تخصص لزيادة الرزق هناك صياء متعددة للصلوات هنا سأذكر صلاة واحدة لزيادة الرزق وهي مجربة ويؤكد عليها الكثير من العلماء هذه الصلاة هي عبارة عن ركعتين تقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة القدر وبعده إكمال قراءة السورتين تذكر أستغفر الله خمسة عشر مرة بعد ذلك تركع وبعد ذكر الركوع تذكر أستغفر الله عشر مرات ثم تقوم من الركوع وتذكر أستغفر الله عشر مرات بعد ذلك تهوي إلى السجود وبعد ذكر السجود تذكر أستغفر الله عشر مرات بعدها تجلس من السجود وتذكر أستغفر الله عشر مرات ثم تسجد للسجدة الثانية وبعد ذكر السجود تذكر أستغفر الله عشر مرات ثم تجلس من السجدة الثانية وتذكر استغفر الله عشر مرات بعدها تقوم لأداء الركعة الثانية وفيها تعيد كل ما عملته في الركعة الأولى بعد أن تتم هتين الركعتين بعد التشهد والتسليم تقوم بذكر هذا الذكر فقط لمرة واحدة وهو لا إله إلا الله وحده وحده تذكره مرة واحدة فقط بعده تقوم بذكر تسبيح الزهراء عليها السلام وهو كما يلي 34 مرة الله أكبر 33 مرة الحمد لله 33 مرة سبحان الله بعد هذا التسبيح تسجد وتذكر هذا الدعاء يا مخلص يونس ابن متى من بطن الحوت خلصني تذكروا مرة واحدة يا مخلص يونس ابن متى من بطن الحوت خلصني وهكذا تتم هذه الصلاة هذه الصلاة تضع لها نية للأمر الذي تريده هذه الصلاة هي لسيادة الرزق كما أنها نافعة لقضاء الحوائج المادية والمعنوية ولتحسين الأخلاق وكذلك من أجل الشفاء من الأمراض إذن تضع نية لهذه الصلاة هي لزيادة الرزق وتقوم بأدائها كذلك من الصلوات التي لها أثر لزيادة الرزق هي صلاة الليل وكذلك من الأعمال هو غسل الجمعة غسل الجمعة تضع له نية فهناك من يغسل غسل الجمعة ويضع له نية مثلا الزواج ومنهم من يضع له نية زيادة الرزق أو امتلاك منزل وهكذا وتقوم بغسل الجمعة لمدة أربعين جمعة متوالية كذلك من الأمور التي تساهم في زيادة الرزق هو إعطاء الحقوق الشرعية لأن ما لديك من أموال في حقوق لغيرك وإذا لم تعطيهم فأنت تأكل حق غيرك أو تسرقه لذلك لا بد لك أولا من إعطاء الحقوق الشرعية كذلك أن تنفق ما لديك من مال على سبيل مثلا الصدقة وورد أن الصدقة تضاعف عشرة أضعاف أو على سبيل الإقراض وورد أن إقراض المال يضاعف ثمانية عشر ضعف وهنا رؤية على أن الإقراض هو أفضل من الصدقة لأنه في الغالب الناس عندما يتصدقون إنما يتصدقون بشيء قليل من المال لكنهم عندما يقرضون يقرضون مبلغا جيدا يمكن أن يكون فيه سد حاجة ذلك الشخص الذي استقرض المال كذلك أن هذا الشخص سوف يعيد المال وأنت تقوم بإعطاه إلى شخص آخر فتقضي له حاجته وبذلك يكون نفس المال سببا لحل مشاكل العديد من الناس من الأمور التي تساهم أيضا في زيادة الرزق هو سؤال الله من فضله والدعاء بزيادة الرزق استجابة لقوله تعالى واسأل الله من فضله ولذلك أنت أدعو الله دائما أن يرزقك من فضله كما في هذا الدعاء اللهم ارزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقا واسعا حلالا طيبا بلاغا للدنيا والآخرة صبا صبا هنيئا مريئا من غير كد ولا من من أحد من خلقك إلا ساعة من فضلك فإنك قلت واسأل الله من فضله فمن فضلك أسأل ومن عطيتك أسأل ومن يدك الملأة أسأل كذلك من الأمور التي تساهم في زيادة الرزق هو حسن الخلق والتعامل برحمة مع الأهل والآخرين وحتى الحيوانات فمن جميل ما وجدته في الروايات وفي الشريعة المقدسة أن ما ينفقه الإنسان على عائلته يعتبر صدقة أي أنت تنفق على أهلك وما تنفقه له أجر الصدقة أي أنه سوف يتضاعف وكذلك أن الشخص مثلا عندما يدخل على عائلته ويسلم عليهم سلاما رحيما وجميلا وطيبا فإن هذا أيضا يساهم في زيادة رزقه كذلك من الأمور التي تساهم في زيادة الرزق هو الاجتناب عن الذنوب والآثام والمعاصي وخاصة بعض الذنوب التي لها أثر في قلة الرزق أو حجب الرزق ومن هذه الذنوب الزنة والربا واليمين الكاذب وإنقاص الميزان والمكيان هذه الأمور التي ذكرناها هنا هي على سبيل المثال لا الحصر وإلا فإن الشريعة المقدسة مليئة بالكثير من الأدعية والأذكار والصلوات والسور والآيات التي تذكر لأجل زيادة الرزق وهذا لا يخفى على المتتبعين كذلك من الأشياء التي أحب أن أضيفها هنا هو ذكر يقول أن الشخص إذا فعله يكون له أثر كبير في زيادة رزقه وهو من المجربات يعمله بعد كل فريضة هذا الذكر هو متكون من عدة نقاط بعد أن تتم صلاة الفريضة تقوم أولا بتسبيح الزهرة وهو كما ذكرنا 34 مرة الله أكبر 33 مرة الحمد لله 33 مرة سبحان الله بعده تقرأ سورة الإخلاص أو التوحيد تقرأها ثلاث مرات بعده تقرأ الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد ثلاث مرات بعده تقرأ هذه الآيات ثلاث مرات أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر تكرر هذه الآيات ثلاث مرات ومن أهم الأذكار وأشملها وأكثرها تأثيرا على مجمل حياة الإنسان وتعمل وتصنع الخير في حياته وتعمل على هدم ذنوبه هدما كما ورد في الروايات ولها تأثير كبير على مجمل حياته هي الصلاة على محمد وآل محمد لذلك أكثر من الصلاة على محمد وآل محمد في جميع أحوالك وأوقاتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر